رسالةٌ الى رسالة الى خالد حنفي وزير التنوين اه انا يعني لازم الاول اشهد للسيد خالد حنفي وزير التنوين بقدرته الفزة على البقاء في منصبه رغم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات اللي التقارير دي لا يمكن ان توحي للمرء ويقراها كده انه خالد حنفي يقعد على مكتبه ساعة لكن سبحان الله في كل تجديد يجدد في كل بقاء يبقى يعني قدرات فزة يعني لابد من النشهد بها ونعلنها بدون مواربة قدرات فزة على انه يقنع مسؤوليه يعني وكبار المسؤولين في البلد على بامور ينسفها الواقع نسفاً ويتفضحها تقارير جهاز المركزي للمحاسبات الى حد مروع لكن لله في خلقه وفي وزرائه شؤون لكن المدهش النهاردة البيانة اللي خارج من وزارة التموين بيقول لنا ان السيد وزير التموين خالد حنفي اجتمع مع شركات الصرافة وانه اتكلم معهم على تسبيت سعر الدولار والسؤال الان بوضوح وحضرتك مالك انت مالك بالموضوع دي شغلتك يعني حضرتك محافظ البنك المركزي نائب محافظ البنك المركزي تكتبع مع شركات الصرافة بامارة ايه حضرتك مين في مصر يعني ايه اللي تمتلكه من قدرات ومن مراصب ومن مسئوليات تسمح لك بايه كمان بتطلب من شركات الصرافة تثبيت الاسعار تمنحها تعطيها تعليمات ولا تمنحها نصايح ولا ترجوها رجاءات بصفتك ايه السؤال بصفتك ايه ساعتك ده التقي جدا بإذن الله مع ابراهيم عيسى اشتركوا في القناة